في الوقت بقى اللي كنا بنتابع مباراة مصر والكونغو كان فيه معرض كنوز الفرعون في باريس لمقتنات توت عن خامون توت عن خامون هي المقبرة الوحيدة اللي تم اكتشافها كاملة كاملة متكملة شاملة ما فيش اي حاجة نقصة منها بيستكمل استقباله للجمهور الفرنسي في العاصمة باريس وهو المعرض اللي ممتد لحد 22 سبتمبر اللي جاي بيتضمن 150 قطعة ما بينها 50 قطعة بتعرض خارج مصر للمرة الاولى المعرض هو مرحلة من جولة الفرعون الدهبي حول العالم في عشر دول هتنتهي في عام 2022 وبعد كده هيتم عرضها بشكل دائم في المتحف المصري الكبير الكلام واضح وبنقوله بشكل واضح علشان بعض الناس اللي بتقول كلام جاهل وتقولك حاجتنا مرمية برة وبتاخد برة فيش حاسمة كده هو فيه جولة وبتعود لمصر ويدوش اول مرة يخرج يعني تبقى بالعكس وبتبقى طبعا زيارته خلينا نقول بتستهوى وبتخلي ناس كتير جدا مش بس من عشاق الاثار لك بتبقى حدث فريد خلينا نقول من نوعه طبعا راح في اماكن كتير جدا في العالم وبيبقى استخبال ملكي في عدن اللي طبعا راح